موسيقى موسيقى بشهدي ICSA Arabic أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة حلقه رقم 14 من كورسي Corrective Excercizer المعتمد من OSA و ناسم هلا وهي Corrective Estrategist for Survival Inspire لو انت اول مرة تتفرج علي انا احمد بجاهد Master Trainer ودي قناتي ICSA Arabic ونقدم الشرح والترجمة لجميع المناحج الرياضية الخاصة بكورسات المدرب الشخص مثلا ISIS-E ACE EXUS INTENSIVE بالوقت الإنجليزي بتاعك مش هيبقى مشكلة أوعاقك في دراسة المناهج الرياضية الدولية باللغة الإنجليزية لأن ما عايز إستيقى عربك الشرح بتاعنا بيبقى إنجليزي عربي عرب إنجليزي صفحة صفحة بالكتاب ساطر صاطر عالي استعانا بكل تكنولوجيا المونتاج وده عشان نقدم لك الشرح والترجمة في صورة مبسطة تقدر تذكرها وتفهمها من أي مكان في العالم المهتم من المجال الرياضي أو عايز تبقى مدرب شخص وعايز تعمل شفت كارير وتبقى مدرب أو عايز يسيق عربك خيارك الأمثل لاحتراف مهنة المدرب الشخص لو عجبكم موضوع القناة وتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير ويلا بينا نبدأ الحلقة حلقتنا النهاردة كلها هتتكلم على الجزء اللي قدامي باللون الأخضر ده وهو عبارة عن سبع فقرات عمقية زي ما احنا شايفين كده وجود السبع فقرات عمقية ده بيأثر على الجزء اللي فوقيه اللي هو الهيد وبيأثر على الجزء اللي تحته اللي هو الشوردور جيردل تعالوا نشوف زي ما تعودنا الأناتوم الأول من حيث البون وبعدين ناخد الجاينز وبعدين ناخد العضلات ونشوف ايه هي الديفيجن اللي ممكن تقابلنا في الجزء ده زي ما واضح قدامنا على الشاشة كده لو هنفره هم واحدة واحدة عشان نشوفهم أول فقرة معينا الفقرة دي اسمها أطلس تعالوا نشوفها كده شكلها هعمل ازاي بشكل منفاصل ودي اول فقرة لزقة في الدماغ من فوق ايه الجزء التجويف ده اللي بيعدي منه هنا انه خياع الشوكي اما الاخرام دي اللي بيطلع منها ايه الاعصاب وتتوزع على بقية الايه الاجزاء الفقرة التانية اللي تحتيها بالشكل ده لو هنشوفها برضو اسمها ايه اسمها اكسس زي ما هو واضح قدامنا على الشاشة وده شكلها هو تحس ان ايه الاتنين دول بالزاد شكلهم مختلف من حيس الايه الاناتومي ونفسش فكرة برضو في التجويف الداخلي الفقرة التالتة اللي بعدها ودي اسمها على فكرة كل واحد من دول هنا من اول اللي فوق دي دول احنا ايه اسمهم لغاية سبع فقرات عانقية عشان تبقوا عارفين بتكون من سبع فقرات تعالوا نشوفها بالشكل ده اهو من هنا بقى هتلاقي الشكل بقى تقليدي سواء من اول لغاية ايه تحت زي ما هو واضح لو جبنا برضو تحتيها نلاقيها بالشكل دوت اهو شبهها يعني بالزبط ونرجع برضو قدامنا على الشاشة ايه برضو نلاقيها بالمنظر ده اهو شبهها بالزبط برضو نرجع زي ما هو واضح قدامنا على الشاشة الاتنين هم على بعض بيعدي هنا زي ما بتركوا المخايا الشوكة والاخرام دي بيطلع منها الايه الاعصاب المتفرعة بعد كده بتخش على الاخير خالص اللي هو قدامنا على الشاشة ده برضو اهو ده الفقرة زي ما هو واضح قدامنا كده ايه على الشاشة ودول عبارة عن ايه سبع فقرات زي ما قلنا لو بصينا كده بشكل شوية متماعن هنلاقي ان في حاجة اسمها هنا يعني هو اصلا بيبقى موجود هو بينهو من قدام لو هنمشي مع الخط اهو ده مهد شوول ايه ده كده عمده ايه دي الطبيعة بتاعت الايه مفيش مشكلة لو الزاوية زي ما هو واضح قدامنا ايه على الشاشة كده لكن نقلق امتى لما نلاقي في ميل اكتر زيادة عن الايه عن اللزوم طبعا اللي ممكن تقابلها هنا اني والهيد بياخد معاه هنا شوية طبعا دي اللي انت ممكن تقابلها في الجزء بتاع اللي احنا بنتكلم عليه ده عشان ده بيكون من ضمن المعقدة شوية لان طبعا كل فاقرة من الفاقرات دي لو كبرنا كده هو مفيش فراغ بينها وبين التانية لأ ده انت لو هنا هتلاقي ايه فيه وفيه الايه الغدريب شايفين الابيض دي اللي بدأت تزهر اللي بتربط كل فاقرة بالتانية بالترتيب الرباني اهو عشان تقدم معانا الحركة وزي ما احنا عارفين هنا الحركة بتكون محدودة شيئا ما وايه كمان كمان من ورا اهو بالزبط كده عشان تقدم معايا برضو ايه الحركة كل ده زي ما هو واضح قدامنا على الشاشة بيأثر لما بيكون فيه الموضوع مش ايه مش عضلات وخلاص طبعا اللي بيقضيها المنطقة دي زي ما هو واضح كده ممكن يعمل ايه ممكن يعمل بالشكل اللي واضح قدامنا على الشاشة ده ممكن يعمل زي ما هو واضح قدامنا برضو كده على الشاشة ممكن يعمل ايه زي ما هو واضح كده قدامنا ايه على الشاشة بشي يعمل حركات تانية دي التلاتة اللي هما ايه اللي ممكن ايه يعمله. نتيجة طبعا العضلات المتصلة بالشكل ده. زي ما قلنا بتعمل او معنى صحيح بتأثر على الجزء العلوي. وبتأثر على الجزء السوف لان المنطقة دي منطقة حساسة جدا يا جماعة. قد تلاقي قلم عندك في الكتفي بسبب طبعا اي فاقرة من فاقرات لو ضغط على بعضها. او قلم يسمع في النمل في الدراع التحت. زي حاجات كتير بتبقى معروفة لان اغلب الحاجات الجهزة الحيوية بتاخد النرف بتاعها من الفقرات دي. تعالوا نتعرف على العضلات المحيطة بالجزء ده. في هنا حاجة اسمها بلاتيزيا. ده ما هي واضحة كده ودرسناها في الاناتومي. ده القتاج بتاعها. وبيكون لها دور طبعا في عملية الحركة بالشكل ده. لما بتيجي تعمل الحركة دي بتتحرك ايه معها. يعني تأثيرها اكتر على موضوع الفك. وشوية ممكن تعمل لاتصالها طبعا ايه مع الفك. فالفك ممكن يضغط معي فبرضه يعمل معي ايه اللي هو اسمه او اللي اسمه لان اغلب اللي احنا هنتكلم عليه هنا دلوقتي هو مش هيحصل يعني ان الدماغ ترمي ميمين او ترمش ملمش اللي هو يعني ايه بيبقى سايد او. لكن السايد دايما اللي هو الايه الهيد فوروود. ودي كانت اول عضلة ايه من عضلات المتصل. علينا من لها كده ونخش على اللي تحتها. عشان نلاقي عضلة هنا اسمها. وطبعا لو هنشوفه اه بشكل اهو. بالشكل ده. متصلة هنا اهو. بالزبط ممكن تأثر طبعا ان هي كعضلة مقابلة للعضلات ان هي تعمل ايه? اه يعني او بمعنى صح. في ايه تاني في عضلات اللي هي اللي بالخلف. اللي هي واضحة قدامنا كده زي ما بيقولوا. تمام? قد الشكل بتاعها. تأثيرها طبعا ان ممكن لو هي ضعيفة هتسمح بالايه? بالحركة لقدام زي ما احنا قلنا او معنى صحيح لكن لو هي قوية. الكلام ده طبعا مش هيكون ايه موجود. نعمل لها برده عشان نشوف العضلات تحتها. في او عضلات زي تمام? وده الجزء بتاعها. وزي عضلات هنا اسمها تعالوا نشوفها هنا اه اه من ضمن عضلات برضو ممكن يعمل معايا بعض كل عضلات اللي هي او العضلات السطحية او عضلة مهمة زي هنا اسمها تعالوا نشوفها برضو. اه من الخلف. برضو لها تأثير جامد جدا في عملية لو حصل معايا. كلام ده كله طبعا انت كخصائي تعديل قوام لازم بتكون عارفه لانك لما هتيجي تعمل للعضلات لازم تعرف ان الموضوع كله باختصار قبلع عن عضلات من الجنب وعضلات من القدام وعضلات من وراء اي عضلة فيهم بتبقى فالعضلة التانية هي اللي هتكون ايه محتاجة ان يعمل لها عشان تعود الوضع اليه الطبيعي. في الغالب لما بيحصل هنا نتيجة طبعا عادتنا اليومية استخدام الموبايلات كتير الكلام ده كله بيعمل معايا حاجة اسمها وانتو عارفين بيحرك معايا طبعا واذا حرك معا عندك عضلات كتير هنا متصلة معا تبتدي تقويها تاني عشان تعدل معايا الجزئية اللي قدامنا على الشاشة لان طبعا زي ما قلنا تأثير الجزء ده بالجزء اللي فوق وبالجزء اللي تحت. كلام ده كله مهم جدا. كلام ده بمكن يظهر فين عن طريق وهو واقف كده بتجي تعمل بتلاقي بالزبط كده وبياخد معايا زي ما قتلك لقدام شوية لان ده تأثيره او بتاعه على الجزء اللي اشتركوا في القناة